بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض حديثنا مع حضراتكم حول تسكية النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ووقفنا على بداية المجاهدة وبداية التسكية تكون من معرفة النفس وأن تطلع على عيوب نفسك وأن تقوم بتبديل الصفات الزميمة إلى صفات جميلة حمدة لكننا نقول هل هذا الأمر له مدة زمنية؟ هل جهاد النفس ينتهي بعد فترة؟ أم أن الجهاد مستمر حتى الموت؟ الله سبحانه وتعالى قال وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيمِ فالأمر يحتاج إلى مجاهدة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ويقول لحبيبي فإذا فرغت فانصب ما معنى هذا الكلام؟ إذا انتهيت من عبادة ومن طاعة فابدأ في عبادة جديدة إذا ختمت القرآن الكريم فابدأ مرة ثانية إذا انتهيت من ذكر فادخل في ذكر جديد فإذا فرغت فانصب كلما انتهيت من عمل قمت بعمل جديد إذن مجاهدة النفس ليس لها فترة زمنية وإنما تحتاج إلى مجاهدة النفس تحتاج إلى تسكية وإلى مجاهدة وقفنا على كلام الشيخ عبدالقادر الجيلاني يقول النفس كلما جاهدتها ونازعتها غلبتك يعني إذا أردت أن ترتقي بها إلى المستوى الأخلاقي الرفيع وأن تبعدها عن المعاصي والزنوب هي تقاومك إذن أنت في جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هذه سامرة المجاهدة الهداية لنهدينهم سبلنا ليس سبيلا واحدا أن يرزقك الله التوفيق في جميع أمورك بفضل المجاهدة إذن مجاهدة النفس مستمرة النفس تنازعك نعم النفس تريد أن تنتصر عليك نعم لماذا أعطى الله عز وجل هذه المساحة للنفس أنها تقاومك وتريد أن تنتصر عليك يقول الشيخ عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه حتى يكتب الله لك سوابا جديدا دائما أبدا كلما جاهدت نفسك في أم كتب الله لك سوابا وأجرا جديدا وما الغاية من مجاهدة النفس قد يسأل سائل ما الحكمة من مجاهدة النفس الغاية هي النجاح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قد أفلح من زكاها لا تفهم أن الغاية من المجاهدة أن تصل إلى درجة الولاية الولاية هي فضل من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده لكن أنت من خلال تسكية النفس ومن خلال مجاهدة النفس تستطيع أن تصل إلى طريق النجاح وليس الغرض من هذا الأمر أن تصل إلى درجة الولاية عندما تحدث أهل الله عن صوت الإيمان الذي يكون بداخلك من أين يأتي هذا الصوت وأعطيك فائدة لتصل إلى هذا الحال وإلى هذا المعنى ألا وهي الخلوة أن تخلو بنفسك في اليوم ولو ساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه حُبِّب إليه الخلاء كان يتعبد في غار حراء صلى الله عليه وسلم هذه هي الخلوة وربنا دعانا إلى الفكر وإلى الخلوة قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مسنى وفرادة ثم تتفكروا ما فائدة الخلوة إذن؟ الخلوة هي المناخ الوحيد للفكر والفكر هو حركة العقل وإذا وصلت إلى صوت العقل وصلت إلى صوت الإيمان لأن في النفس أصوات كثيرة منها صوت الشهوة قد تناديك الشهوة من داخلك ومنها صوت العصبية ومنها صوت الأنانية ومنها صوت الحقد والحسد فإذا وصلت إلى حالة من الصفاء من خلال الخلوة انتصر صوت العقل وانتصر صوت الإيمان على هذه الأصوات الزائفة فيناديك صوت الإيمان ويناديك صوت العقل قم فانهض إلى الصلاة قم فصل الأرحام قم فتصدق على فلان هذه هي الفائدة من الخلوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أخلاقنا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته